اشتركوا في القناة وان ذلك تزامن مع انخفاض اسعار النفط مشيرا الى ان الوضع المالي للعراق صعب جدا ومن المتوقع ان يصل العجز في الموازنة الى نحو 30% خلال الاعوام المقبلة وفيما يتعلق بالاستثمار ومناخ الاعمال فلا زال العراق يحتل مراتب متدنية في اغلب المؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتل العراق المرتبة 174 عالميا من اصل 190 في تقرير اداء الاعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي كما ان انهيار الاقتصاد العراقي اثر بدوره على واقع الامن الغذائي اذ اكد برنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة لعام 2020 ان مليون فاصل ثمانمائة الف عراقي بحاجة ماسة الى المساعدة الغذائية ولما يسلم مؤشرات تنمية البشرية في العراق من الانخفاض حيث وضعت الامم المتحدة العراق في المرتبة 123 من اصل 189 في تقريرها لعام 2020 لمؤشرات تنمية البشرية الفوضى الامنية بدورها كلفت العراق خسائر اقتصادية كبيرة بحسب تقرير مؤشر السلام العالمي حيث تسببت في خسارة البلاد لـ 26% من ناتجه المحلي الاجمالي بينما احتل العراق المرتبة 57 في تقرير معهد غالوب بشأن النظام والقانون لعام 2020 الذي يهدف الى قياس مدى قدرة مؤسسات الدولة على توفير الامن الاقتصادية المؤشرات السابقة عكست مدى هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني في العراق في ظل اهمال حكومي لواقع مترد وسيطرة احزاب اعلنت انها لن تتخلى عن مكسبها مهما كان الثمن